برنامج أفضل برنامج لظهار إشعارات أو تنبيهات للحزات الأرضية والزلازل قبل لحظات بسيطة من حدوث الزلزال تقريباً من خمس ثواني إلى ثلاث ثواني بالبداية أتجاه إلى المتجر تمام ومننزل برنامج اسمه Earth Quick Network تمام هذا البرنامج هي صورة الأيقونة تابعه ونضغط له تثبيت سنتحدث عن البرنامج لحين تنزيله هو بالأساس هذا البرنامج كان عبارة عن مبادرة الهدف منها إظهار تنبيهات للزلازل في الوقت الحقيقي يعني باللحظة حدوث الزلزال وليس ساعة سابقاً تمام بعام 2012 بدأت هذه المبادرة بجهود مجموعة من الأشخاص شارك فيهم حوالي 8 مليون شخص تمام وأرسل هذا النظام وأثبت فعاليته بتنبيه على حوالي 5600 زلزال لذلك بعام 2019 قامت جامعة بيرقامو تمام ضمن مشروعين قامت فيهم المشروع الأول اسمه تورين كي والمشروع الثاني رايز بتمويل من الفواضية الأوروبية تمام بإضافة المراصد العالمية للزلازل لهذا البرنامج طبعاً نحن نتعرف عليهم لهذه المراصد بداخلهم وقاموا أيضاً بتطوير أنظمة حتى تعطي تحليل وأيضاً تعطي مثل ما بيقولوا تنبيهات لتخفيف من مخاطر الزلازل نفتح تطبيق البرنامج تمام طبعاً البرنامج بالبداية نعطيهون نحن موافقة أنه هل أنت قمت بقراءة الشروط لهذا البرنامج نعم نحن قمنا قمت بقراءة الرغم وهو لأنه هل أنه سمع معظوم الفواضية التطبيق كل شيء الأساسي بهذا برنامج هو أنه يتطلب كثير صلاحيات الأهم صلاحية بيطلب الوصول لها هي من يصلح الوصول إلى موقع جغرافي يعني GBS فأنا بقول له أثناء استخدام هذا التطبيق تمام يرجى تفعيل موقع الجغرافي الجهاز نعم حسنا مفعيل الميزة حاليا اول خطوة قمنا فيها طبعا بالبداية برنامج يعطيني ان انت لديك ثلاث مشاكل لازم تحلوهم بالبداية لحتى انت تستثمر كل امكانية نعمل له نحن solve اول مرحلة نحن لازم نعطيه السماح طوال الوقت انه يقوم بعملية التنبيهات فنحن نضغط عليها اول مرحلة لاحظ امتى لازم هو يصل للموقع الجغرافي منقله السماحية طوال الوقت نعمل الخلف راح اتعالنا اول مشكلة المشكلة الثانية انه في حال انت مع تستعمل برنامج ممكن انضمت الاندرويد الحديثة قوم بالغاء الصلاحيات فنحن لازم اقول له لا لازم انتم هالصلاحيات موجودة في هذا التطبيق تمام فننزل وين الموقع الظهور في الاعلى احنا لازم اقول له السماح تمام نظهر في الاعلى نرجع الخلف هاي حلينا مشكلة التانية الترخيص ايوه موقع الجغرافي لازم نقول له ازال الازونات هاي في حال عدم استخدام تطبيق لازم نلغيه تمام لازم نلغيه نحن حلينا ثلاث مشاكل اللي كانوا موجودي الظهور في الاعلى لازم يكون مفاعل يعني يظهر فوق كل اي تطبيق انت شغله سواء كان برنامج فيديو او اي شي وايضا ما يقوم الاندرويد او نظام الاندرويد بلغاء ترخيص الوصول للموقع الجغرافي محما يكون لما بيظهر لي زرار نو بروبين تفيكس انه تم اصلاح كل الخلال هيك انا بستطيق انا هلا استثمار كل مزايا البرنامج نتجه بالبداية نحن عنا بالبرنامج الى تحدد نحن حاليا موقعنا الجغرافي تمام اه موقع الجغرافي الموجودين الاساسيات هاي الدول تمام ممكن انت تحط ازعرس لكن اذا ضعت انت ازعرس اه فهو هيعطيك تنبيهات الزلازل لكتير مناطق طبعا انت تبدأ تضبطهم فيما بعد بالعدادات اه كخطوة اقول لنا احنا اقرب شي لانا اسمنا تركيا يعني موافق كونفيرم 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 يعني تأكيد الدولي نعم موافق تمام هلا بنتخل للاعدادات سيتنج الاعدادات اول مرحلة التنبيه خلال الوقت الفعلي ريال تايم اللا يقت نضغط عليها تمام طبعا اول خيار هنا احنا اول خيار اذا انتبهنا الار هذا الخيار اذا لازم يكون مفعال الهدف منه يعطينا تنشيط للانزارات لما بيكتشف الوقت الفعلي لأي هزة لكن عن طريق شو للسمارتفون الجهزة الزكية يعني كل حدا منزل عنده هذا البرنامج مجموعة افراد في حال استشعر البرنامج انه بعدة اجهزة الجوالات لمجموعة من الافراد صار في اي احتزاز فيعطينينا انا تنبيه لالي تمام طبعا هذا التنبيه غير تنبيه المراصد العلمية للزلازل هذا التنبيه يعتمد على الاشخاص الافراد حل تمام خيار الثاني في حال انا بدي انا يقوم بتنبيه حتى بالهزة الارضية اللي موجودة بغير موقعي ما بيلزمنا بشكل افتراضي الحال الثالثة يقوم بدي تعطيل المنبه في حال كان موجود المنبه تمام اذا كان في عندي انا اي انزار للزلزالة او الهزة فهو يعطي الكل شي حتى يعطيني الانزار هون شكل صوت الانزار تمام انزار الياباني هون محطوب في انزارات اخرى تركوا الافتراضي هون اذا في حال انا بدي يكون مع التنبيه صوت لكن هون بالطلب ميزة بدي يكون برنامج شاري هون في حال انا بدي البرنامج تمام يقوم بالانطفاء لزمن معين من فرم تو الى طبعا انت اذا بدك يالي الانزارات لا توقفوا ابدا ما مستعمل هذا الخيار نرجع للخلف تمام نفوت نحنا على التنبيهات الزلازل تنبيهات الزلازل عنا اول التنبيه اللي هو مراكز الرصد الزلازل تمام وهي جدا هامة وعند تاني تنبيه هو مراكز الرصد عن طريق المستخدمين طبعا من اين هو بيجيب معلومات المستخدمين كما ذكرنا يقوم بقياس الاحتزازات الموجودين بالبعدة جوالات بنفس الوقت طبعا تقوم الطابقة هنشوف نحن وين هاي الموجودة الاحتزازات جوالات نرجع للخلف الخلف نحنا نجي الى التنبيهات هون من قلله ارجينا الاحتزاز احتزازات جوال لحظه هاي هون احتزازات جوالي الموجودة لحاليا فاذا قوم بيهزو بشكل يدوي لاحظ اعطاني احتزاز طبعا البرنامج بيقوم بمطابقة عدة احتزازات بالمنطقة معينة لعدة جوالات وبيعطيك تنبيه له او انزار مرجع للخلف مرجع على الاعدادات إذا نكمل إيرسكويك نوتفكيشن كيفيك لازم ينبهني تنبيه مراكز الرصد الزلازل هاي لازم يكون مفعلة أنه نعم بدي إياها شو هنال مراكز الرصد شوف نحن مراكز الرصد هاي كلها مراكز رصد عالمية انت بتختار مراكز الرصد اللي بدك إياه تمام يلي انت بهموك أول مركز هو المركز قنديلي بجامعة بوزاجزي هذا بتركيا مرصد مرصد ثاني هذا مرصد المعلومات الزلازل الصيني في عندي انا هذا دولة تشيلي مركز القومي لرصد الزلازل عندي هون مركز الرصد الزلازل الأوروبي المتوسطي يلزمنا تمام عندي هون فينزويلا مركز الرصد البحوث الزلازل ما تنزمنا في عندي هون بالنيوزيلندا أيضا لجنة الزلازل البحوث العلمية ما نشغل فيها في عندي هون بالإكوادور هاي دولة الإكوادور أيضا المعهد الجيوفيزيائي رصد الزلازل ما نشغل فيه بالبيرو أيضا المعهد جيوفيزيائي ما نشغل فيه بإسبانيا أيضا المعهد جيوغرافيك أيضا ما نشغل فيه أيضا معهد نيكاقرا للدراسات الإقليمية أيضا ما نشغل فيه في عندي أنا إيطاليا إيطاليا هذا المركز بيهمنا المعهد الوطني الجيوفيزيائي والبركين الإيطالي بيهمنا تمام في عندي هون الأرجنتين ش skes المعهد الرئاسي يمكن كان الكريمي ما نشغل فيه هنا أنا عندي وكالة الرصد الجوية اليابانية جي ام او ما نشغل فيها عندي مركز الوطني للعلم الزلازل بالهند ما مبنية في عندي هون بالفلبن معهد فلبيني العلمBRKING divul الزلازل ما نشغل فيه في كوستريكا دولة كوستريكا 廣 것 الشبكة الوطنية التي يرصد الزلازل أيضا ما نشغل فيها في عنا عدة دول يعني لاحظوا كله هي دول عالمية اخر شي نحن بهمنا اخر دولة هي المركز الامريكي العالمي تمام ها بهمنا اذا بتحب طبعا ممكن تستعمل كل المركز هي بحصول اي زلزال متعاونة فيما بينها ولكن بشكل عام تختار الاقرب لك الافضل رجعنا للخلف هلا قديش قطر او نصف قطر دائرة تنبيه الزلزال انت بدك او محطوط الافتراضي الف كيلومتر هو يفضل ما بين المية للميتين كيلومتر هي الهزة الممكن تسبب ضرر او ازاء في حال كانت درجتها فوق الست درجات والمدى تبعها ما بين المية للميتين كيلومتر فانت ممكن تحط مية او ميتين تمام قديش في الاقل درجة بدك البرنامج يعطيك طبعا تنبيهات اللي بتكون جاي من هي من مراسط الزلزال عزلة فانحنا ممكن نختار خمس درجات تمام هل انت بدك تنبيه في حال كان هذه الدرجة خمس درجات تحت اقل من خمسين كيلومتر ما بدنا هلا في حالة في حدوث زلزال قوي او هزة قوية هل انت بدك يكون في تنبيه لالك نعم بدنا تنبيه شو هي الهزة القوي بالنسبة لك تعتبر انت ممكن سبعة ونص درجات نحنا لا اخي نعتبر ست درجات يلي انا بدي اياها في حال مجرد ما انت فتحت الجوال كنت يعني الجوال بعيد عنك وين دك يا يروح فانا مبال له قوتو زاليس انو روح لا ايش لا القائمة الاخر للهزات وفي عندي قوتو زاما بيروح للخريطة تمام الخريطة في حال انت كان متوفر عندك انترنت بشكل جيد فافضل هي لكن اذا ما متوفر ها لست بعطيك معلومات عن الزلزال دوما تضطر انت البرنامج ليحمل خريطة لانو تحميل خريطة بحتاج الى انترنت اقوى تقريبا هاي المعلومات الاساسية اه لا ايه هزة طبعا نحنا هون عندي انا تنبيه المستخدمين اه بتنبيه المستخدمين ممكن يكون ايضا دائرة القطر خلينا نحكي ميتين كيلومتر تمام ما بيتزمنا اكتر ما في عندنا معلومات تانية بالنسبة للمستخدمين نرجع الخلف خلينا نشوف نحنا اللمحة عن كيف بيعطينا نحنا التنبيهات هلا بالبداية اه بالريبورت التقارير هون بالبداية بهالصفحة هاي في عندي انا تيليجرام لاحظ في عندي تويتر بيعطيك اخر التغريدات ممكن يكون او اخر رسائب تتعلق بامور بتخص الزلازل بمحيط المنطقة اللي انت اخترتها في عندي حاليا انا الفين وسبعمائة من وعشرين تغريدة تمام معلومات بتخص الزلازل اخر اخر واحدة بيذكر لياها تمام المعلومة حاليا في زلزال بعيد عن منطقة العثمانية نين وشين كيلومتر عن مركز العثمانية مدينة عثمانية بتركيا شدته ستة فاصل اثنين تمام الساعة والزمن التاريخ اديش مضع علي وقت الى الان خمس دقائق مينت اقو اديش بعيد عني حاطين رمز المسطرة المسلس مية اثمنتاشر كيلومتر فرم يور بزيشن كم شخص اكد هاي الهزة او شعر فيها فعطت لي خمسمية وثلاثة يوزر انو في عندي خمسمية وثلاثة اشخاص استشعروا بهذا الزلزال في حال انت حبيت ايضا ترفع انت استشعار للزلزال هون عندك انت درجات الاستشعار اذا كنت حسيت فيه بشكل بسيط او عند اول موطة اقوى 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 هيك الى اخر درجة لدرجة انو حصل فيه تدمير بالارض نتجه نحنا لتقرير الزلازة ناخد نحنا فكرة عنه بشكل عام تقرير الزلازة هون نحنا عنا هون تحت المعلومات المفصلة عن التقرير الزلازة وحاطة التقص بالمنطقة اللي حصل فيها الزلزال او الهزة وباقي المعلومات ممكن نحنا نضغط هذا الخيار لاحظ بيخفيلي التفاصيل وهذا الخيار بيظهره هون يعطينا اول شي اسم المنطقة اللي صار فيها الهزة تمام راحس في عندي جرس عليه اشارة حمراء عفون جرس عليه اشارة حمراء انو هذا التنبيه ما بينبهني عنه البرنامج لانو انا بالاساس ادشلت له الدرجة اللي بدي اياه ينبهني عليها خمس درجة وبيعطيني ديبس العمق عمق هاي الهزة حصلت على عمق 5.4 كم تمام ايضا الساعة الزمن التاريخ ادي صار مضاع عليها وقت 21 مينة اقوى 21 دقيقة اتجاهها عني انا بتجاه الشمال نورس تمام بعدها عني 191 كم عن موقعي تمام في حلق انا بدي شوف هذا الهزة وين هي موجودة على الخريطة طبعا ممكن انت تفوت على الخرائط من هون هذا الزر عفون ودي حديد البلد من هون تمام فهلا انا بيشوف مركز الزلزال هاي احنا اول ما بعمل نشوف لاحظ هون مركز الهزة اللي حصلت طبعا هاي الخريطة في عندي حيكون نقط ونجوم نجم اللون الاحمر تمام هي انو هزة جزات شدة عالية الاصفر اخف الاخضر هو اخف واخف فوق ارقام لاحظ 6 اتش يعني من 6 ساعات تحت ام 2.3 مسلا لاحظوا هاي يعني درجتها كانت 2.3 كدرجة الزمن تبعها وهي هون شكل الهزات طبيعتها تمام هاي الهزات اخر هزات حصلت عنا بالمنطقة فينا نشوفهم طبعا فيك ان تلك المة توسع تشوف على مستوى العالم تمام فينا نشوف على مستوى العالم هلا هون في عندي ايضا تنبيه بايطاليا انو في نشاط وركاني ما انا شعر فيه تمام هاي البرنامج بشكل عام طبعا في حال حصول اي هزة بيعطيه تنبيه وتختلف شدته حسب نوع الهزة وفي حال كانت الهزات عادية بيعطيه تنبيه عادي مثل كأنه ريسات واتساب وشدك لكن وقت الهزة القوية او الحصول الخطر فبيعطيك انت انزار بصوت قوي جدا يعني بحيس انه في حال الانسان نايم بصحي هاي كل المعلومات عن البرنامج تمنى يكون شرح بسيط للأسف ما فيه لغة عربية تمنى ان شاء الله يكونوا يصير فيه لغة عربية غريبة ان شاء الله تعالى والأمان بالله والله يعطيك العافية طبعا منذكر انه تنبيه تبعه بيعطيك تنبيه قبل ثلاثة ثواني خمس ثواني من وصول الهزة لعندك مو اكتر